المفاوضات أو الأفكار التي تطرح أمريكياً وتسوق لذلك قلت أمريكا تدير المعركة السياسية بخبث شديد هذه جزء كبير منها هو لخلق إشكاليات داخلية فلسطينية من جهة أو لإعطاء مزيد من الوقت للعدو الصهيوني لاستكمال مشروعه الإجرامي في غزة ومحاولة إنهاء المقاوم وضرب المقاوم مشروع الأمريكي ليس بعيداً عن المشروع الصهيوني بالعكس هو متماهي معه يعني الأمريكا لا تريد حلاً للدولتين حتى قديماً أمريكا مشروعها هو المشروع الذي أخرجه ترامب من أدراج البيت الأبيض للعلن وسمى صفقة القرار هذا هو المشروع الأمريكي الصهيوني تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل إذن لا العدو الصهيوني يريد حل الدولتين ولا أيضاً أمريكا هذا كله كان مضي على الوقت وإلهاء وإشغال من أجل استكمال تهويد ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة أنا في سياق أنا لا أريد أن أخود كثيراً فيما يتعلق بمحاولات العدو إشغال الفلسطينيين فيما بينهم أنه السلطة تستلم بعض غزة أو لا أو الرموز السلطة وغيرها هذا كله لا يخدم فكرة لكنهم سيطرحوا في أقتلنا الأوقات نعم يجب أن يطرحوا في أقتلنا الأوقات نحن برأينا أن الذي يحسم هذه القضايا كلها هو الميدان يعني الكلمة الفصل للميدان في غزة كل ما يجري من مفاوضات أو من تقديم أفكار من أجل هدنة أو من أجل وقف إطلاق نار مؤقت أو من أجل تحقيق ما لم يستطع تحقيقه العدو الصهيوني بالميدان يريدون أن يعطوه إياه عبر المفاوضات هذا كله المقاومة منتبهة له يقضى وتعمل بشكل قوي من أجل كسر هذا المشروع نحن نخود معركة معقدة وشرسة في الميدان لا يمكن أن يتم وقف إطلاق النار أو يتم حتى وقف هذا العدوان دون أن يكون هناك إنجاز جدي وبين وملحوظ لدى المقاومة الفلسطينية في غزة وكذلك لا يمكن أن يسير مشروع العدو الصهيوني إذا لم يسحق المقاومة وهذا مستحيل أن يسحق المقاومة وبالتالي مستحيل أن تتحقق هذه الطروحات فكرة السلطة أو غير السلطة كل الطروحات التي تقدم من أجل تسليم إن صح التعبير الأسرى الصهاينة للأعداء وأن نقول لهم تابعوا عدوانكم واخدوا علينا المقاومة هذا لا يمكن أن يحصل لذلك برأيي الرؤية القادمة ما يحسم فيها الجدل هو قوة المقاومة في الميدان وإنجاز الإنجاز الذي سيتحقق في الميدان في ساحة المعركة ضد العدو الصهيوني سيحسم الجدل حول الشكل الذي سيكون عليه المشهد بعد العدوان على غزة لكن أنتم كجهاد إسلامي رفضين مبدأ عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة نحن لا بالنسبة لنا كحركة جهاد إسلامي كل مخرجات أوسلو نحن لا نشارك فيه ولا نقطع فيه ولا نعتبره حلا فلسطينيا هو يخدم استخدم ويخدم لمشروع العدو الصهيوني هكذا استخدم استخدمت السلطة بينما للأسف الشديد هذا المشروع مشروع أوسلو الذي سقط بلسان حتى قادة كبار من فتح ومن حتى السلطة الفلسطينية كان شبه علام مشترك إسرائيلي فلسطيني في الشهر التالي نعو أوسلو ولكن للأسف الشديد لم يتم دفن أوسلو هي نوعية والعدو الصهيوني هو الذي أسقط أوسلو أساسا إذن سقف أديف حركة الجهاد الإسلامي هي تحرير فلسطين هذا هو تحرير فلسطين كاملة صحيح هذا هو سقف أديف حركة الجهاد الإسلامي نعم وضمن مرتكس أن هذه القضية الفلسطينية هي قضية مركزية لكل الأمة لكل أمتنا العربية والإسلامية وعلى الجميع أن يتضامن ويتكاتف ويسير في ينال نصيبه من هذا التحرير يعني قطار المقاومة اليوم انطلق سريعا في مع بدء مع نجاح عملية أو معركة سيف القدس واليوم في معركة وفي عملية طفان الأقصى هذا القطار قطع مسافة كبيرة جدا من مسافة تحرير فلسطين على الجميع أن يلتقط هذا المشهد اليوم نحن أمام مشهد انتصار للمقاومة مهم جدا سيكون ركيزة للمعركة القادمة للجولة القتالية القادمة التي ستكبد العدو ربما إما إنهاء وجوده بشكل كامل أو المزيد من الخسائر في هذا الموجود وفي هذا المشروع في المنطقة ترجمة نانسي قنقر